جمعنا لكم كل الأخبار اللي اهتمتوا بها على السوشال ميديا على مدار الأسبوع ودلوقتي هنبتزي زي ما عودناكم دايما بفكر ترانز ليالي مصر وأنغام يتصدرون التراند مقساة لبنان مستمرة مشاهد مرعبة من أمريكا ويلا بينا نعرف كل التفاصيل اتصدرت حفل الفنانة أنغام دمنا فعليات حفلات ليالي مصر والمقامة بالمتحف المصري الكبير التراند خلال الأيام اللي فاتت وده بعد ما وصف الكتير الحفل بأنه أسطوري بكل معاني الكلمة وقدر الحفل أنه يحقق تفاعل كبير جدا على كل منصات السوشال ميديا وخصوصا أن الحفل رفع شعار كامل العدد وده اللي خلي كتير من الجمهور يطلبوا بحفلة تانية لأنغام وده اللي استجابت لي بالفعل الشركة المتحدة علشان برضو يكون الحفل التاني كامل العدد الجميل في الموضوع أنه زي ما الحفل قدر أنه يجذب انتباه الناس على المستوى الفني لفت برضو نظر الكتير لجمال وراوعة المتحف المصري الكبير وخصوصا من محبي أنغام من الدول العربية من الأخبار اللي تصدرت التراند بشكل كبير الافتتاح الجزئي التجريبي للمتحف المصري الكبير واللي حصل النهاردة والافتتاح هيتضمن قاعات العرض الرئيسية سيتم عرض كنوز المالك توت عنخ أمون كاملة لأول مرة بالمتحف المصري الكبير اللي خصص له قعطين من أفضل قاعات العرض خاصة بالقطع الأثرية الخاصة به وأكتر من 5368 قطعة أهمهم القناع وكرسي العرش وبعض المجاوهرات والحلية والمنسوجات والملابس لأول مرة إضافة لبعض القطعة الأثرية من الحضارة المصرية القديمة مأساة لبنان لازالت مستمرة دي الجملة الوحيدة اللي نقدر نوصف بها الوضع الوصل في الضحية الجنوبية لبيروت بعد ما انتشر كتير جدا من الفيديوهات اللي بتوضح حجم الضمار والخراب الحل بالمكان واللي حولها تقريبا لمدينة أشباح كل الشيء فيها مضمر وخلية تماما منه السكان وده طبعا بالإضافة لمشاهد نزوح السكان لمناطق مختلفة هروبا من الحرب والدمار الفيديوهات اللي احنا شايفانها معانا دلوقتي دي مش مشاهد من واحدة من أفلام الخيال العلمي ونهاية العالم ولكنها مشاهد حقيقية صورتها الكاميرات في أمريكا أثناء ضرب أعصار ميلتون للبلاد وده الأعصار اللي كانت درجة الخمسة واللي تسبب في تدمير كل شيء جيه في طريقه وتسبب في نزوح أكتر من 6 مليون أمريكي من الكرة والمدن اللي ضربها الأعصار فكارثة طبيعية بتعتبر أكبر في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر تصدر اسم نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا إمبابي الترند خلال الأيام اللي فاتت وده بعد ما تم التقاط أكتر من سورالي في مدينة ستوكهولم وقت خروجه من واحدة من الملاهي الليلية في وقت متأخر واللي أثار الجدل هو أن إمبابي غاب عن مباريات منتخب فرنسا الأخيرة في الدوري الأوروبي بداعي الإصابة والتأهيل عشان يتفاجأ الجمهور بأنه كان سهران في واحدة من الملاهي الليلية وده اللي أثار حالة كبيرة من الغضب ضده وبكده نكون خلصنا ترانز أوف دي ويك ودلوقتي جمعتنا مع فقرة سكوب خلال الفترة الأخيرة بقى فيه موضة جديدة وصعب أن احنا نوصفها بحاجة غير كلمة موضة وهي أنه بقى فيه ناس بتفضل أنها تشتري الأدوية من برمص مهما كانت الأدوية دي عادية وموجودة ومتوفرة في مصر وكأن الموضوع بقى واجهة اجتماعية أو عقدة الخواجة مثلا وده لأنه فعلا كل الأدوية اللي بيستغلوا أن أي حد منهم أو من معرفهم يسافر برا مصر وبيتربوها منه موجودة ومتوفرة في مصر وبنفس الجودة لو مش أحسن ولكن هنقول إيه؟ عقدة الخواجة وعشان نقطع الشك باليقين في الموضوع ده ونعرف هل فيه فرق بين الدواء المصنع في مصر والدواء المستورد هيكون معنا مداخلة دلوقتي من الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية إزاي حضرتك يا فنم؟ الحمد لله في البداية عايزة عرف من حضرتك إزاي شايف فكرة أنه فيه ناس بتحب تستخدم الأدوية المستوردة وهل فيه فرق بين الدواء المستورد والمصنع في مصر ولا لا؟ أولا هو الدواء المستورد ثقافة الدواء المستورد دي ثقافة متورثة في مصر يمكن إحنا دايما عندنا اللي بنسميه عودة الخواجة فإحنا بنصخ في المنتج الأجنبي اللي هو جاي من بره ونعد نتباهى بيه وكده ونس عندها فيه ناس كتير عاشد بره مصر تبقى دايما بتبقى واخدى نوع من أنواع الثقة في الحاجات اللي بتجربها بره وكده ما بتديش فرصة أو مساحة للمنتج المصري إن هي تجربه قد يكون المنتج المصري أقل تكلفة ليه ويوفر له خلاص ولكن هي فكرة نفسها جزء الثاني هو إنه فيه ناس كتير يعني سوق الدواء المصري بيبيع حوالي 60% منه اللي بيبيع الأدوية الغالية وليست الأدوية الرخيصة رغم أن ظروفهم الاقتصادية بتحتم على إنه الدواء اللي هي أكثر الاقتصادية هي للبيع ولكن إصرار بعض الأطباء لأنه فيه بعض الشركات خصوص الشركات الأجنبية عشان أسعارها ضعف أو تغطي ضعف الدواء المصري بيقنعوا الناس إنه هو لا إحنا منتجنا مختلف وماد الخام بتاعتنا جايبينها منين ومش أعرف إيه وكده وفي حقيقة الأمر إن نفس المصنع اللي بيصنع مد خان الشركة الأجنبية هو نفس المصنع إن أنا بجيب منه المد الخام المصري بنفس المعايير بنفس الجودة والإتنين بيتحللوا في هيئة الدواء والإتنين بيأخذوا مطابق فلا يوجد فرق ولكن فرق في الثقافات الفرق في إنه في إشعات أو الإعلام عموما متبنى نظرية إنه لا الدواء ممكن ينزل بدون المادة فعالة الدواء ممكن يقلله في المادة الفعالة كلام ده كله بتنشر من خلال الإعلام وده كلام مش مظبوط لأن نهاية الدواء لا تسمح بنزول علبة بأقل من الجودة والكميات العالمية مطلوبة لأنها هيئة الدواء بتراقب وفي منظمة الصلاحة العالمية بتراقب الدواء وهيئة الدواء في السوق المصري حضرتك عارف في يعني تعتبر التجربة شخصية يعني كد بشوف ناس أجانب كتير جدا هم ماشيين أصلا من مصر بياخدوا معهم الأدوية المصرية وهم راجعين بلدهم أجانب مظبوط وفي الخليج العرب والناس المصرين الشغلين في الخليج بيبعتوا ويجيبوا لأن احنا أولا ضامنين كفاءة سنين هي أرخص بكتير جدا مصر من أرخص دواء العالم في الدواء فهوها النهاردة لما يجي ياخد علبة تمنها مثلا خمسين جنيه هو بره في بلده أقل علبة هتبعى بخمسة ستة دولار وبالتالي هو ضامن من كفاءة وبالتكلفة الأقل نظبوط فإحنا الدواء الأدوية بتطلع من عندنا والناس بتيجي والناس بتيجي من خليج مخصوص وتيجي تاخد كل احتياجاتها من الدواء عشان التكلفة الأقل لأنه دمنا نفس الجود طيب دكتور حضرتك تنصح بإيه الناس عشان يقدروا أنهما يتخلصوا من عقدة الخواجة وفكرة أنه مدام الدواء غالي بقدام معناه أنه هو أحسن والمادة الفعالة فيه أحسن حضرتك تنصح إيه الناس زيه أولا مش معنى الدواء غالي أنه هو أحسن لا التسعير بيتم بتبقى شطارة شركاتها شركة تقدمت قبل شركة فتاخد سعر أعلى واللي بعدها أقل بس هل الجودة بتقل لا لنهاية الدواء بتشترط مورد معين مصنع معين تصنيع معين تحاليل معينة كله بمعايير واحدة ولا يوجد خلاف دواء عن دواء الأهم من ده هو أنه أنت النهاردة لو الدواء بتاعك بـ 300 جنيه دواء السكر والمصري بـ 100 جنيه ونفس الكفاءة أنا من مصلحتي كمواطن أنه طبعا أخذ الأقل في التكريفة أو أفرها المتين جنيه طبعا بصة ما هيش بسيطة نهاردة احنا بنبص الأمور مالية غير زمان الأمور كانت أبسط من كده الفرقات ما كانتش كبيرة لا الفرقات النهاردة كبيرة أن أدواء المستوردة لو لقيت بصيتي الحديث اللي كان فخامة الرئيس من كم يوم بيتكلمه بقولك تصنيع توطين صناعة دواء بزرق والمستورد في بدائل مصرية موجودة أو نصنح أو موجود يبقى احنا ناخد البدائل المصرية رئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء أكلف نائب الرئيس نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة دكتور خابع الفار شكيل لجنة من نقاط الصدق نقاط الطباء ليه كتابة الدواب الاسم العلمي يعني شنخطر الأقل سعر المريض ياخده صح تمام طالما الكفاعة بقت وحدة يبقى إذن فرق التكلفة لصالح المريض والمواطن المصري هو الأفضل مرسي جداً لحضرتك بشكرك على المداخل وبكده نكون خلصنا فقرة سكوب تعالوا نروح نشوف مع بعض دلوقتي فقرة السوشال لاب ونرجع نكامل باقي فقراتنا أستنون دلوقتي جي معادنا مع فقرة السوشال لاب وزي ما أنتو عارفين أننا في الفقرة دي بنعمل جولة سريعة في أكاونت فنان من الفنانين ونعرف هو بيعمل إيه على السوشال ميديا واللي حفلتها تصدر ترند السوشال ميديا ضمن حفلات ليالي مصر المقدمة من الشركة المتحدة للخدمات الأعلامية الحفلة أثارت ضجة كبيرة ووصفها الجمهور بالحفل الأسطوري حضروا عدد كبير من الجمهور وخصوصاً أنها كانت وسط أجواء فرعونية مصرية أصيلة في المتحف المصري الكبير نبدأ من الإنستجرام بتابع أنغام 6 مليون متابع وهي بتابع 858 أكاونت أنغام نشرت لحد دلوقتي حوالي 1092 صورة وفيديو المعروف عن أنغام حبها لشغلها فهي نشرة أكتر من 500 فيديو لحفلتها وأغنيها وآخر مجموعة فيديوهات نشرتها كانت عن ألبومها الجديد تيجي نسيب أما عن إطلالتها فبتتميز أنغام في اختيار فستانها ونشرت أكتر من 300 صورة لها بلوكس مختلفة في حفلتها والمناسبات الفنية اللي بتحضرها من الإنستجرام نروح للفيسبوك بيتابع أنغام 4 مليون متابع وآخر بوست نشرته كان عن حفلتها ضمن حفلات ليالي مصر وبكده نكون وصلنا لنهاية السوشل لعب الفترة الأخيرة ظهر فجأة كده في حياتنا مصطلح بقينا نسمع كتير عنه والمصطلح ده هو جن زي أو جينريشن زد هو ده المصطلح اللي بيعبر عن جيل جديد من الشباب واللي هما المفروض من مواليد 1997 لحد سنة 2012 المشكلة مش هنا لأننا كنا بنسمع قبل كده عن جيل الستينات وجيل السبعينات وغيرهم طبعا ولكن المشكلة في أنه الجيل ده بقى ليه مصطلحات وحياة وثقافة ويمكن لبس وصايل مميز جدا ويمكن كمان رؤية خاصة بالحياة ولأننا عايزين نعرف أكتر عنهم قررنا أنه يكون معنا النهاردة واحد من صناع المحتوى اللي تقريبا كل كل كلامه عن مصطلح الجن زي ومركز معاهم جدا فقلنا نعرف منه إيه بيحصل وبيتغير في الدنيا وإحنا مش عارفين عنه حاجة منورنا في الستوديو صنع المحتوى أحمد عبد الله زكي أحمد أنا أستعلم عامل إيه؟ الحمد لله تمام هذا طبعا أول سؤال هسأله لك إيه جن زي دي؟ هو جن زي طبعا هي جنريشن زد وده هو جيل الجيل اللي بقى مختلف جدا عن كل الأجيال اللي قبله واللي بعد لأنه هو طبعا مرتبط بالسوشيال ميديا ومرتبط بالإنترنت ومرتبط بالعالم كله في إيده فبقى جيل مختلف بشكل مختلف ليه طريقة مختلفة وليه حتى شكله مختلف ولبسه مختلف وكل أفكارهم مختلفة عن اللي قبلهم بفرق كبير يعني بقى فيه فرق كبير مرة واحدة يعني الواحد حاس أنه يعني مش كبر هو حاس أنه ما بقاش موجود معهم في العالم بتاعه خالص إحنا بقينا برا فهتحس أنهم حتى مطرحي أي أماكن بتاعتهم اللي هم بيخرجوا فيها زي الأماكن اللي معروفة اليومين دول هتلاقي كلهم شكل واحد كلهم تقريبا بيشربوا نفس المشروب بيأكلوا نفس الأكل بان طريقتهم كلها كوكب آخر كوكب آخر مختلف عن هنا كله مختلف وهم مبسوطين مع بعض يعني ما عندهمش مشاكل مع بعض خالص مسلمين مسلمين وحبين اللي بيعملوهم طيب أنت دخل عليك الجنزي ده إزاي يعني أحكي لنا كده إيه اللي حصل لك أنت كنت قاعد في البيت إحنا قابل التصوير قلتين عندك ولد وبنت ولد عنده 16 والبنت عندها 14 سنة طيب إيه اللي حصل أنت كنت قاعد في البيت دخل عليك الجنزي ده ما هو الولاد دول كانوا سنهم اللي هو الصغير العادي التسع سنين والعشر سنين والحداشر سنة طبعا الولد اللي هو ابن الكبير عبد الله هو اللي بدأ يكبر الأول ويدخل في المرحلة دي فهو طبعا تعرف الولاد في مرحلة كده اللي هو بيبتدي يكبر يكبر شوية يطول شوية صوته يدخل فيبتدي يحس أنه هو بقى راجل فده خلاص اختلفت مع الحياة بقى عايز على طول ماسك الموبايل طبعا زي الكل أو الآيباد أو التاب على طول صحابه اللي هم حتى ما بلعبوا بلايستيشن حتت فكرة أنه هم عادين بلعبوا اللاين مع بعض أو بيكلموا بعض وعايشين مع بعض حتى لو هو في البيت بس هو عايش معهم وبيتكلموا مع بعض فبدأ أحس أنه بقى فيه اختلاف حتى اختلاف في شكل هو في طريقة الحلاقة في طريقة اللبس يعني تحس أنه يعني ما بدايا كلهم تليهم لابسين يا أبيض يا سود ما بيليبسوش ما فيش ألوان يعني بيتي حسنا لو لابسها زرق بيحس أن أنا غريب أو أن هو بحسس أن أنا شريح غريب يتليهم كلهم لا يا أبيض يا سود البناطيل بتاعيتهم حتى الجينز تليه يختفى منهم يعني تلاقي الولاد مش لابسين جينز لابسين البناطيل اللي هي زي السويت بانس أو البناطيل اللي هي الجبل وزي بعت الرياضة شوية زي بتعطي الرابر أكتر عارفة الناس اللي هي الستايل دوت هو ده الستايل الواسع مش الجينز اللي تحسنا هو إيه داية أو خنيقهم لا خلاص يعني أنا ابني جبت له قبل كيب أنطلون كنت مسافر جبت له بأنطلون جينز واحد ما لبسوش أصلا هو بيلبس اللبس اللبس اللي هو زي التراكسوتس والحاجات ذي بالضبط كده الحاجات الواسع فهو الجيل ده دخل علينا بشكل أنت اللي لازم بتعاملي معي وهو خلاص هم كلهم كده فأنت اللي لازم تبتدي تتأقلمي على الوضع وتتعاملي معهم مش هينفع تخرجي برا الوضع ده معهم طب إيه أهم صفات الجينزي يعني أنت قلت إيه لبسوهم كده بيسمعهم الزيكة عاملة إزاي بيحلقوا شعرهم إزاي البنات عاملين إيه بيتكلموا إزاي أنا هقولك الصفاتهم هم عندهم مميزات كترة جد أولا هم واسقين من نفسهم جد وجرأة يعني أي حاجة يقبلوا عليها ما يخافوش منها يعني أنا في حاجات أنا بنا الآن أعملها لا ابني يقول لي يلا نعملها سواء ألعب بسم فيها خطر ألعب فيها حاجة لا يعني عنده جراءة العربية عايز سوقها من بدري يلا ننزل والروح ما أقوع الجنبي ما فيش مشكلة طبعا هم بمنفتحين على العالم عندهم ميزة غيرنا خالص أنا ممكن لو أنا في الجيم والكوتش قال لي ألعب للطريقة كده ألعبها كده هو يسمع ده بس لازم يعمل عليه سيرج ما يسمع شوف إحنا هنسمع وهنعمل وهننفس في سانيتها أنت بتفهم مع أكتر مني في حيث شغلانتك معروفة لا هو لا هيدخل سيرج كلامه يشوف هو اللي بيقوله ده أصلا يناسبني أو لا أو ينفع أو صح أو لا طبعا هدول أشتر مننا هدول أشتر مننا بس طبعا هي الجراءة بتاعتهم دي خطر برضو يعني أنا عندوش أي مشكلة إن هو يرجع بقوبر الساعة 3 بالليل أو 4 بالليل إحنا جلنا برضو عنده مشكلة يعني أناما نعم إحنا كلنا بره وراجعين لا هو عادي يعني عندوش أي مشكلة خالص عندهم مشه مشكلة إن عايزين يسافروا مستعجلين أو يعني عايزين يسافروا مع بعض الساحل اللي وحدهم عايزين يخططوا إن هم عايزين يسافروا بره مصر ووحدهم هي الجراءة دي عارفة فرق الاختلاف الجامد بين تربيتنا وتربيتهم الموضوع صعب وانت ما تدامكيش حال غير انت تصاح بيهم صح يعني هي التجربة معهم يعني أنا خدت تجربة خدت ابني وثلاثة أصحابه وثلاثة الساحل لوحدي معهم قضيت معهم ثلاثة أيام انت بالنسبة لهم كائن غريب ولا هما اللي بالنسبة لك كائنات غريبة هما كائنات غريبة أنا مضطرح أحسسوا أن هما طبعيين وأنا ساكت حواليهم ساكتهم يعملوا اللي هما عايزين بس هما يعني اللي ستة الصبح ومن عشرة الصبح صاحيين ويطلعوا البيتش عايزين يروح الجيم يعني هما مهتمين جدا بالرياض مش بعيد عن الرياض وعايزين شكل جسمهم حل وطبعا الحلاقة اللي هي كلها مفيش حد بيحلق بس يعني من الجامب بس حتى مش بالجامب كلها حتة صغيرة كده يعني الحلاقة ده احنا بريدين يدفع فلوسه ليه وبعدين كله أسبوع رايح للحلاقة وبيرجع زي ما هو عشان دي بقى حتة صغيرة فترجع بسرعة وبيرجع زي ما هو فانت بالنسبة لك دي بطبقى غريبة جدا وصدمة طبعا المدارس بقى التعليم هما كمان ما بيحبوش يقيروا كتير هما بيحب ياخدوا المعلومة بالطريقة AI انترنت سهلة سريعة في انستجرام حد في دقيقة بيديله المعلومة اللي هو عايزها بسيطة وسريعة وقسيرة وهو لكن جي حد منهم مسلا يمسك كتاب أو يرى كتاب لا دي ما بقيتش ما اعتقدش انها بقيت موجودة أو حتى انت ما بتخرج بره بتشوفيها مش موجودة خالص فهم جيل ليه مميزات كتير وبعدين هو خلاص كلها كم سنة والجيل ده هو اللي هيبتدي يتعامل في المجتمع الواحده يعني هما دلوقتي في مرحلة اللي هي قبل التعاتي وعشرين وعشرين خلاص من بعد بقى التعاتي وعشرين هو الجيل ده لغاية عشرين سنة هو اللي هيكون بقود المجتمع طب البنات عاملين ايه في الجنزي؟ بص البنات مختلفين يعني البنات برضو خلي بالك زي ما احنا عارفين البنات التربيات مختلفة طبعا في البنات الصفات مختلفة لكن الحاجة اللي هتلاقيها طبعا كومن بينهم هتلاقي بقى اي قودة بنت هتلاقي المرأية اللي عليها اللي هو بتاع التصوير ده موجود عندها حتى لو هي بتنزلش ببليك هي بتصور يعني دايما عايزين يخرجوا يروحوا الاماكن اللي بيروحوها لبسوهم هتلاقي كلهم يعني حتى كنت بس قال بنتي ما كنت جاي هنا البرنامج فبقولها ايه طب ليه كلكم شوه بعض اقلت لي احنا بعد الكورونا في البيجز اللي هي بقدت كلها اللوكل الحاجات اللوكل الحاجات المصرية فاقلت لي كلنا بينا نجيب من اماكن واحدة الترند واحد وكلنا بينا بنلبس ازا بعد اقلت لي وده حاجة كمان رايحتنا اقل انه بباش في حد بيلبس شكله مختلف او غريب فكلنا لبسين ازا بعد او شكله بعد طبعا برضو نفس الحكاية البنات عندها جرأة اكتر من الجيل اللي قابله بكتير ومن سن صغير برضو عايزين يخرجوا وعايزين يروحوا ويسافتوا ويسافتوا انا بنت عندها 14 سنة جات لي من انا بحاول اصاحبه خلاص هو ده الحل الوحيد اللي انا لقيته ان انا اكون لان عنف بقى وعقاب والحاجات اللي كنت بتحسن لا خالص يعني هما اجينس ده يعني انت هتسحب الموبايل او طب خلي الموبايل معك انا مش عاملة برضو يعني جواها مش هتقول لي كده بس هو جواها بقى مش بيجو بالسكة دي قلت لي انا عايزة اروح للسينما وهقابل اتنين صاحباتي بنايت ورايحين للسينما بتاعها انا بالنسبالي يعني لو والده اللي ارحمه مثلا اختي قلت له انا راح للسينما عندها 14 سنة البيت كله مش هابت في البيت طبع لكن انا خلاص مقدميش حال خلاص خلاص وده الوضع بتاعهم قلتها طب تعالي انا هوصلك وروحت ووصلتها وسبتها قدام السينما وجيت بعد كده اخدتها بس هو الفكرة كلها ان لو جيت انت فكري فيها حد عندها 14 سنة انت لو كنت مثلا وانت صغيرة قلت لحد ان اراحل السينما وانا عندها 14 سنة الكلام اصلا مش موجود ولا يتسين بس عارف يا احمد والله وانت بتتكلم عماله وفكر يا اخو يا احنا ايه اللي كان بيحصل معنا بفكر كنا اخيرنا طبعا اكبر خروجة في حياتنا بنروح النادي بالزبط ومفيش موبايل فبالتالي احنا موما بتدي معاد حاجة يخدكوا مثلا قدام البوابة الساعة 8 او 9 ثمانية وضيئة ببقى فيه كلام مش حلو اننا اسمعو فبس دلوقتي الدنيا بقت اسهل انه بتهيقلي انه لو مثلا كان فيه موبايلات واحنا صغيرين اهلينا كانوا دايما بيعرفوا يطمنوا علينا فيمكن الخنقة هتبقى اقل شوية من طريقة اللي هو ما تروحش هنا وما تجيش هنا لانه هو هيقدر يوصلي في اي وقت فبرده يمكن ده برضو مساعد شوية طبعا بيساعد بس خليبلك في الاخر انت بيبقى فيه انت احساسك كأب او احساسك كأم لأ برضو فيه خوف هو ما بيبقىش في دماغك صح فانت برضو غزبا عنك انت بتبقى خايف بس بتحاول على قد ما تقدر ان انت لازم تبقى عارفة اصحابهم لازم تمشي بدماغهم لازم تخلق ما تدمكيش حل تاني صح وطبعا الدراسة دي بقى يعني لو ولد كويس وبيذاكر لو واحده دي من عند ربنا من عند ربنا البقى كله عادي يعني كل حاجة ما تخافش سهلة ما انا بنجح ما انا بنجح يعني مش مش كلنا هنطلع دا كاترة مش كلنا نطلع فهو بالنسبة له من الحياة يعني سهلة 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 واحنا كتتأصعب بكتير يبخطوب طبعا واحنا كتتأصعب بكتير طيب قولي الجنريشنز اللي قبل الجن زي ليهم اسماء؟ اه يعني فيه اللي قبل الجن زي اللي هو الحد 12 سنة اليوم 11 دول اسمهم الفة اه ايه الالفة بقى؟ دالالالفة دلوه التمانينين؟ اه لغاية تسعة لا لغاية تسعة سنين لا انا قصدي اللي قبل اللي هو من من 2012 لحد 2013 اه بعد كده من 2012 لستة وتسعين هما دول الزي بعد كده اللي قبليهم اللي هما مينيليان وبعد كده قبليهم اكس يعني دايما هتلاقي اكس 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 فين هواي طيب؟ مفيش بقها هواي هتلاقي اباIs اغلبيتهم هتلاقيهم اللي هما الأكس بقى اللي هما زينا كده اللي هم التمانيينات اه يعني اوال التمانيينات وأواخر السباييين دول هاتليهم هما العايشين المعاناة دول emotionally عالتهم ثالثيهم ال Matles مع عشوش المعاناة بتاعتنا احنا طيب انت شايف ان طريقة التعامل معهم انت قلتلي ان انت ما بتحاول ان انت تصحبهم وما تعقبش بس انت شايف اكيد بيحصل مشاكل احنا مثلا وقت اهلينا كان بيبقى فيه لهو مش هتخرج في الويك اند هيتسحب منك الموبايل حتى لو انت في الجامعة مش هتنزل تخرج مش مفيش تلفزيون الحاجات دي كلها وبصراحة كنا بنحترم نفسنا وده بيبقى عقاب قاسي جدا طيب لما بيعملوا حاجة غلط ايه الطريقة او الحاجة اللي انت ممكن تعملها هتتكلم مرة طب لو ما تنفس في المرة دي الطريقة الصح ان هم يتعاملوا بيها هتتكلم تاني طب في التالت هتعمل ايه اهو انت ما قدامكيش حال غيرا اللي احنا هنعمل الطرق اللي انت كنت تتكلم فيها احنا هسحب الموبايل مش هتخرج في الوزول بس هي عمليا هي ما بتجيبش النتيجة معا فعلا ما بتجيبش النتيجة معا يعني يمكن انا عشان نبولي كلين صاحبهم لما بكون صاحبهم بتعامل معهم بطريقة معينة بنزل معاهم بخرج معاهم بقى بهزر مع اصحابهم لما بكون بقى عايزة عاقبهم انا باخد جنب منهم ده بيفرق يعني هم بيحسوا ان هم اتعاقبوا بسبب زعل ان انت مصاحبهم قوي فهما زعلانين ان صاحبهم ما بقاش جنبهم لكن اي حاجة تاني هم اجينست الموضوع انا حتى كنت بكلم واحد صاحبي اولاده نفس سن اولاد فسألته سألته انت بتعاقبهم قال لي بص انا جربت كل حاجة لقيت في الاخر ان انا مش عارف عاقبه يعني مفيش يعني حتى طب القفش والزعيق والعصبية ما بتنفعش ما بتنفعش يعني في الاخر انت اللي بتتعبي هم يعني ما بتجيبش معا يعني هم فعلا جي الواصف يعني انت لو خدت الموبايل مثلا اصلا ايه ابني لسه صغير انا لسه ما وصلتش للمرحلة دي بس لو انت مثلا خدت الموبايل وقفلت بريستيشن ومفيش تلفزيون ازاي ما بيتقصروش ما هو عيقعد يعمل ايه ما هو ما بيقعدش يعمل حاجة بس هينام هو متدائي من جوا بس مش هرياحك بقى اللي انت عايزه مش يعمله هو بقى بياخد الموضوع عند يعني انت بتيجي علي هو انت عشان يعني هو انت عشان انت اللي في ايدك السيطرة وفي ايدك الحاجة بتعمل كده طيب انا كمان مش هعمل اللي انت عايزه عارف تفتكر ان شوية ولو مثلا حصل نفس الموقف حيفكر انه لأ انا كان دول كانوا يومين غلسين عليا قوي مش عايز يتخذ مني تاني البلاي ستيشن ولا الموبايل ولا ان انا بضل محبوس حتى لو ما اعترفش ما اعترفش بس هل من جوا ممكن يفكر انه ما يعملش نفس التصرف اللي تعاقب عليه حتى لو ما بينلكش علشان مش عايز يعيش يومين دول تاني ورد بس انتي انا النهاردة ابني ما قدارش اخبر منه الموبايل ابني جروب المدرسة وجروب الحاجات التمارين والحاجات الالاين والحاجات بتاعه كلها على الموبايل فانا لو خدت ا эксперимmon الموبايل ابقى بعقب نفسي هيجي وقول له ما عليش ihanش الهم وراجب له ما انا ما عرفش عارفة اللي هو هيتار معي لأسلوب ده يعني لأ ما انا ما عرفش ما انا مشوفتش طب اذا كان عندك اولاين ما انا ما شوفتهاش هيتبع معي نفس الاسلوب ده طب هم ليه بيتكلموا دايما عن نفسهم بفخر انه احنا الجيل الجنزي عشان هم شايفين نفسهم العالم كله في يديهم بيقدروا يعملوا سيرش في كل حتة السوشيال ميديا خليتهم قريبين من كل حاجة اي حاجة عايزين يعرفوها بيعرفوها فهم حاسين فيه فريق كبير قوي بيننا وبينهم فهم حاسين فخورين بنفسهم انا بروح هيك هم عندهم ثقة في نفسهم عالية جدا جراءة قوية جدا فهم حاسين ان هم جيل مميز عن اللابلون يعني جيل مميز عن اللابلون بكتير فهم شايفين دوات قدام عينهم وحقيقة هم حقيقة جيل مميز يعني يا حقيقة ربنا يحمي كل ولادنا وبناتنا يا رب وبشكرة جدا يا احمد على وجودك معي نوارتنا حقيقة نوارتنا مش بس نوارتنا في الستوديو نوارتنا ان انت يعني وضحت لنا ازاي نتعامل معاهم او ايه فكرهم او طريقتهم عاملة ازاي لان ساعات الناس بتفرجوا تقول لا دول على فكرة اوحش مننا وبيحكموا عليهم بانهم اوحش منهم بس عشان خاطين لنفسهم تايتل ان هو ده جيل الجانزي او حاجة كده فشكرا لك ده انا بشكر حقيقة جدا وشكرا على الاستضافة الجميلة ديات ويا رب يعني اشوفكم تاني ان شاء الله بإذن الله بكده يكون خلصوا حلقاتنا النهاردة شكرا لكم ونشوفكم الاسبوع الجاي بإذن الله نفس الماء باي باي